قصة الساحر المنقذ هي قصة من قصص المغامرات الجميلة للأطفال المقدمة لكم من قناة الرشيد تب للقصص الأطفال الرائعة وتحكي هذه القصة عن نلكة يتم حجب عنها الشمس بسبب قوة سحرية عظيمة ولكن هناك ساحر شجاع يتقدم لحل المشكلة فماذا حدث يا ترى هذا ما سوف نعرفه في القصة بالأسفل في عالم سحري بعيد كان هناك من لكة سحرية تسم أركانديا وكانت المملكة مستهرة وجميلة وكانت الحياة هناك هادئة وامتع ولكن في يوم من الأيام حلث شيء غريب حدث في المملكة فقد ظهرت بعض العلامات الغريبة في السماء وبدأت النجوم تتلاشى بشكل غريب وفي اليوم التال اختفت شمس تماما وانتشرت الظلام في كل مكان كانت الناس يعيشون في الخوف والقلق وكان الأمر يتطلب تلخل سحري لإعادة الشمس والنجوم إلى مكانها ولكن كان هناك مشكلة وهي أن السحرة في المملكة يفتقرون إلى القوة القادرة على إعادة الشمس والنجوم إلى مكانها لذلك تم استدعاء أفضل ساحرة في العالم واسمها زين ولكن قرر زين أن يتحدث مع الملك ويطلو منه شيئا غريبا حيث أنه يريد أن يقوم برحلة للعثور على العمصر السحري الذي يمكن استخدامه لإعادة الشمس والنجوم إلى مكانها وبالرغم أن المهمة صعبة للغاية ولكن زين كان مصما على الذهاب فيها ذهل الرحلة وفي اليوم التال ترك زين المملكة وبدأ في رحلته وكانت الرحلة ظويلة وشقة وواجه العديد من العقبات على طول الطريق لكنه لم يفقل الأمل واستمر في البحث عن عنصر السحري بعد عدة أيام وجد زين نفسه في غابة كبيرة وكانت الغابة خطيرة للغاية وكانت تسكنها الوحوش الخطرة ولكن زين كان مصمما على العثور على العنصر السحري لذلك قرر البحث في الغابة وبعد عدة أيام من البحث لم يتمكن زين من العثور على أي شيء وكان يشعر بالياس والإحباط ولكنه لم يستسلن وفي اليوم التال قرر زين الذهاب إلى المكان الذي يعتقد أنه قد يحتوي على العنصر وبعد عدة ساعات من السير وجد زين نفسه أمام باب ضخم وكان الباب مغلقا بإحكام وكان من الصعب فتحه ومع ذلك قرر زين المضي قدما ومحاولة فتح الباب بعد ساعات من المحاولة استطاع زين فتح الباب وعندما دخل وجد نفسه في قاعة ضخمة مضيئة بالشموع وفي المنتصف كان هناك عنصر سحري كبير يتلأو بالألوان البراقة وبمجرد أن وضع زين يده على العنصر السحري استعاد الشمس والنجوم مكانها وعاد النور إلى المملكة وعندما عاد زين إلى المملكة كان الجميع سعداء وامتمنين له على إعادة الشمس والنجوم إلى ما كانت عليه ولكن للأسف لم تدن السعادة طويلا فبعد بضعة أيام عادت العلامات الغريبة إلى السماء وبدأت النجوم تتلاشى من جديد وفي اليوم التال انتشر ظلام مرة أخرى في كل مكان حينها توجه زين إلى الملك وأخبر بحاجته إلى العنصر السحري لإعادة النور إلى المملكة مرة أخرى ولكن الملك أخبر زين أنه لم يعود لديه القوة المادية الكافية لتمويل إرساله في رحلة جديدة وبالرغم من ذلك لم يستسلم زين وقرر البحث عن الطريقة التي يمكنه من خلالها إنشاء عنصر سحري جديد يمكنه استخدامه لإعادة النور إلى الملكة وبعد أسابيع من البحث استطاع زين إنشاء وتكوين عنصر سحري جديد قوي جدا وعندما وضع يده عليه عاد النور إلى المملكة مرة أخرى منذ ذلك الحين عاشت المملكة في النور والسلام ولم يعاني الناس من أفضلان مرة أخرى